المجاهرة بالمعصية تتضمن عدة أمور منها أن الإنسان عنده نوع من الأمن من مكر الله تعالى وكأنه يقول هذا أنا أفعل المعصية والله تعالى ما أصابني بكذا لكن في وجهة نظر أخرى ممكن يستفاد منها في طرحنا اليوم وهو أن الإنسان لما يجاهر بالمعصية هو كمثل الذي يدعو الناس أن يفعله كفعله الإنسان الذي يدخن أمام زملائه كأنه يقول شوفوا ترى التدخين ممتع وأنا أدخن وأنا صحتي جيدة فربما اقتدى به بعضهم دون أن يعلم هو أنهم اقتدوا به الإنسان الذي يجاهر ببعض ما يفعل يقول مثلا أنا أغازل البنات قدامكم وأنا أشوف المقاطع مثلا المحرمة أو أنا سافرتي لكذا أو أنا شربت خمرا أو أنا لا أصلي أو يجاهر بأشياء معينة يفعلها هو في الحقيقة يسوق المعصية للآخرين وبالتالي قد يقتدي به بعضهم دون أن يعلمه فإذا جاء أمام الله تعالى صح فيه قول الله تعالى وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما عملوا يعني بدأت هو يذكر معاصي معينة أنه فعلها أذكر هذه في صحيفتي سيئة لأني سببت أو لأني اغتبت أو لأني شربت لكن في معاصي أنا ما انتبهت أن إثمها علي أيضا وذلك أن أقواما دعوتهم أنا إلى المعصية بفعلي المرأة مثلا التي تتبرج تبرجا شديدا وتخرج أمام النساء سواء تلبس حجابا معين فيه تبرج أو ربما بعض العباءات متبرج أو هي نفسها تتبرج أيضا تبرجا من غير حجاب تخرج إلى سوق أو إلى المستشفى أو إلى مطار أو إلى سفر أو نحو ذلك ثم تقتدي بها بعض النساء أعجبها لبسها أو لون شعرها أو شكل عباءتها معا فيها مخالفة شرعية فذهبت واشترت مثلها فإنها تكسب إثمها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أو زار من تبعه ترجمة نانسي قنقر